موسيقى لم يتوانى الاحتلال لحظة عن قطع الطريق أمام حرية الأرض الفلسطينية وامتداد حلمها بنيل الاستقلال والسيادة ففي كل لحظة يعمد وبشتى وسائله الإجرامية إلى نهشها وتقطيع أوصالها موسيقى مدينة يطا الواقع جنوب الخليل والتي يقتنها 140 ألف مواطن تتربع على مساحة 27 ألف ظنم وتعانق في حدودها الجنوبية النقب الفلسطيني إلى الجنوب عند نقطة الصفر وتمتد لتلامس شاطئ البحر الميت ورابط يربط ما بين غزة وبئر السبع وسحراء النقب وشرقي الأردن والبحر المتوسط في امتداد واتساع هام واستراتيجي مميز يعرف بالمسافر جعل الاحتلال يفكر بالسيطرة على هذه الأراضي لأجل تهويدها لأغراض استعمارية استيطانية وهدفا تتواصل المحاولات الإسرائيلية للتمكن من أنا في اعتقادي أن سلسلة المستوطنات على قمم الجبال يعني تبعد عن الخط الأخضر بعمق حوالي 7 كيلو هذه المستوطنات هي بالطلب الكامل إطلالي كبير جدا على مدينة عراض والمناطق الشرقية وصحراء النقب هلأ هم يعني حطوا هذه المستوطنات وهذه اللي حطوها بطريقة أنه السيطرة التامة على منطقة المسافر وعلى المناطق المكشوفة من تحت هذه السلسلة الجبلية لكن عمليان باقتدار كما المرة بنأكد وبنمجد وبنعظم دور المواطن والمزارع والفلاح الفلسطيني واليطاوي اللي بالفعل قدر يفشل هذا المخططات الرهيبة فمع بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بدأ العدو الإسرائيلي يضع يده على بعض المناطق الأثرية التاريخية الفلسطينية ومنها سوسيا الامتداد الطبيعي لمدينة يطة فهي شاهد قديم جديد على هذه السياسة الهمجية يسعى الاحتلال الإسرائيلي على هدمها ومصادرة أراضيها نظرا لأهميتها الجغرافية والتاريخية هو مشروع منظم بدأ في 98 كان 98 في قرار عسكري بإغلاق جميع المناطق الشرقية المحادلة الخط الهدني اللي نسميها رأس النقب هذا التجمع المزارعين وهذه القرى الزراعية الموجودة هي تبعد من موقعنا حاليا من وسط مدينة يطة للشرق حوالي 20 كيلو هذا كان هناك فيه يعني ني وقرار لتفريغ السكان من منطقة طبعا عمقها 7 كيلو متر لأنه عملوا خمس مستوطنات كبيري على سلسلة الجبال المطلة على رأس النقب وبالتالي لخط الهدني من خط المستوطنات القائم لخط الهدني فيه حوالي عمق 7 كيلو متر طبعا هناك فيه 18 قرية زراعية موجودة في هذه المنطقة وبالتالي كان هناك أمر أنه هذه منطقة عسكرية الاحتلال تعمد أنه بالفعل يعمل تدريبات عسكرية في نص الأحياء وبجوار هذه القرى هناك من استشهد هناك من يعني سببته لبعض الألغام وبعض مخلفات الجيش بعد كل عملية تدريب لإعاعات وإعاقات حاليا وهناك كان يعني مسلسل مفاد ترويع الناس وحملهم على ترك المنطقة وتهجيرهم طواعية نتيجة الضغط الهائل جدا على مدار الساعة اللي بتحملوا أهلنا وسكاننا في مناطق المسافر حقيقة قرية سوسيا التي نقف على أرضها هي جزء من أرض فلسطين وبالتالي كل إجراءات الاحتلال القائمة من استطان وغيره هو خارج نطاق القانون الدولي ولذلك تعتبر مخالفة قانونية دولية في حق الشعب الفلسطيني ونأمل على المؤسسات المجتمع الدولي أن تعمل باتجاه تكريس القانون الدولي ووضع حد لسلوكيات إسرائيل التي تخرق القانون وعليه أتينا إلى هنا لنؤكد هذه المواقف وثوابتنا الفلسطينية باتجاه كنس الاحتلال ومستوطناته وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف السوسيا طبعا هي مش أول مرة تهدم مش أول مرة تهجر سوسيا إلها عدة مرات بعد ما هجرت من البلد الأم اللي هي سوسيا القديمة إلى هذا المكان أو أماكن أخرى جمعات سكنية يعني حتى لو هدموا سنبني سوسيا من جديد وتعتبر قرية سوسيا المهددة بالنقل والترهيل وبالقوة آخر نقطة لحدود الدفة الفلسطينية سوسيا طبعا هو قرار المحكم العلي الأخير هو برفع الحماية عن سكان سوسيا الفلسطينيين هذه طبعا من عدة قرارات من المحاكمة الإسرائيلية يعني إعطاء بمثابة إعطاء الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال بالهدم أو إفعل ما شئت بمعنى يعني إفعل ما شئت إزالة سوسيا عن الوجود الموضوع سوسيا حاليا اللي هو موضوع رأي عام أنا بشكر فيه صراحة بشكر فيه يعني دولة رئيس الوزراء اللي زهر هذا التجمع أربع مرات فيه خلال يعني أقل من شهر وكانت هذه الزيارات من خلال وفود أوروبية عززت حالة الصمود عند أهلنا في سوسيا اللي هم أصلا مهددين بعملة الترحيل واللي هم طبعا يعني اللي هم مئات السنين موجودين في هذه المنطقة واللي في الخمس وثمانين إجت الاحتلال وأقام مستوطنة سوسيا على جزء كبير من أراضي المزارعين والفلاحين فيه في سوسيا مهم لنا كثير كمؤسسة محلية ودولية إنه نتواجد باستمرار في هذه المنطقة تعزز صمود الشعب في سوسيا منع الهدم اللي بيصير منع الهجمات اللي بتصير عليهم وتحاول سلطات الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الصهيوني حاليا استهداف عدد من القرى في تلك المنطقة لترحيل أبناء شعبنا الفلسطيني وحرمانهم من أراضيهم مناطق المسافر إحنا خلينا نعتبر أنه كل المناطق الشرقية سواء في شرق يطة اللي هي طبعاً مطلة على منطقة رأس النقب صحراء النقب كل المناطق هاي يضافلها منطقة بين النعيم شرق بين النعيم كل المناطق هذه الشرقية هي يعني في منطقة مسافر مصفرة وهذه مطلوق عليها يعني اسم تاريخي لكونها منطقة نائية لكونها منطقة يعني منخفضة وبالتالي يعني إلها طبيعة خاصة وقبل أسبوع فقط قبل أسبوع هناك في قرية من قرانة تبعد عن سوسي إلى الشرق أيضاً مسافة حوالي 9 كيلومتر تم استهداف كل السكان بإختارات هدم للعرائش والأبنين الموجودة في هذه القرية بالكامل قرية الحلاوي قرية الحلاوي من قرى المزارعين في منطقة المسافر شرق يطر وهي منطقة محادي تماماً للخط الهدني وأنا في اعتقادي لما يكون هناك في قرية وفي مدارس وفي تربية وتعليم تصل للمناطق في مناطق شرق يطر فهذا يعني إشي نوعي أننا بنعزز بإمكانيات متواضعة تعزيز الصمو ومن هذه القرى شعب البطن جنبه حلاوة الفخيت التبان المجاز الفقير الفوق والتحت طوبة المفقرة الاتوانة خشم الدرج وتجمعات البدو وتفتقر هذه المناطق رغم اتساعها إلى المياه وهي ذات طبيعة قاسية حتمت على أهلها شضف العيش إلى جانب ما فرضه الاحتلال عليهم من العيش في الكهوف والخيام ومنع تلك القرى من البناء والتطور والنمو انتشار سكانها على كامل أرضها يمكن حط يعني حد لإفشال المخطط الإسرائيلي اللي كان هادف بتفريغ كامل مسافر يطا من سكانها الشرعيين والمقيمين فيها طبعا على زمان أجدادهم من مئات السنين وهذه أعطت مدينة يطا ميزي لكن للأسف الشديد هناك فيه يعني تهميش لمدينة يطا خاصة من الجانب الرسمي لأن مدينة يطا بهذا تعداد السكان بهذا الثقل يجب أن تكون مركز مديني محافظة حتى يعني تأخذ حقوقها في التنمي تأخذ حقوقها في الحفاظ على سكان يطا المنتشرين وعلى القرى الممتدة بموازاة الخط الهدني في شرق مدينة يطا واللي هم يحب نسميهم بامتياز حراس الأرض وجودهم هو حما يعني ما يزيد على خمسين في المية من مساحة يطا في المناطق الشرقية حمايتها وإفشال المخطاطات الإسرائيلية نتيجة هذا الصمود الرائع لمدينة يطا الجميع يعرف كل أبناء الشعب الحسطيني يعرفون أنه بإمكانية السلطة هي محدودة البلديات أيضا محدودة ولكن مشكورين يعني قدموا ما بوسعهم لدعم صمود أهالي سوسيا وإن شاء الله يعني أهالي سوسيا صامدون يضاف لصمود أهلنا المميز في مناطقهم في المناطق الشرقية هناك إحنا كبلدية يعني ندعم كل المنطقة الموجودة يعني ما أمكن وهي خارج نفوذنا يعني قبل حوالي شهرين كان هناك في دعم حقيقي لمنطقة الهدلين طبعا إحنا امتداد منطقة المسافر في عنا أربع تجمعات بدوية أيضا في المناطق الشرقية بمحادثة الخط الأخضر أم الخير الهدلين النجادة الصراع أربع تجمعات بدوية كبيرة موجودة جزء لا يتجزأ منها وبالتالي يعني بخضعوا لنفس المضايقات اللي بخضعوا فيها سكان يطا على امتداد أو القرى الزراعية في شرق يطا وبالتالي ادخلنا بمساعدتهم في تعبيد شارع في منطقة الهدلين داخل المنطقة المستهدفة هلأ إحنا كبلدية ما عنا حدود حدود دمتد لكل المنطقة الشرقية وأي مساعدة إحنا بنقدمها إليهم من أجل تعزيز هذا الصمود الكبير وهذا الأسطورة اللي ما خلق المفاوض الفلسطيني بقدر ما خلق الفلاح والمزارع اللي أخذ بامتياز وصف حراس الأرض هذول الناس اللي بالفعل حموا هذه المنطقة من مخططات خطيري وكبيري جدا في المناطق الشرقية حتى لو هدموا سنبني سوسي من جديد لن نتزحزح ولن يبقى حنظلة حافية القدمين عارية الجسد دون سقف يأويه عندما ينظر في كل صباح إلى ضوء الشمس يتجدد له الأمل يتجدد له العزيمة بأن يواصل الطريق من جديد وعلى أمل أيضا أن يصل إلى ما يصبو إليه في يوم من الأيام الناس بسيطين جدا هون في سوسيا ما لهم أي انتماءات سياسية ما لهم يعني أهدفهم الوحيد أنهم يعيشوا يعيشوا ويستعمروا في هاي الأرض مش أكثر يعني وهذا مطلب أساسي لكل مواطن فلسطين أن يعيش في أرضه بدون مناغصات من المستوطنين ومن اليهود بحق لهم يعيشوا هون زي هم زي أي مواطن في أي مكان طبعا هذا حق طبيعي لأي شخص رسالتي هي لأبناء شعبنا لقياداتنا بشتى الألوان يعني ما ظلش إشي ما ظلش إشي فالمفروض يعني المفروض أنه إنه فترة طويلة منحكي عن الوحدة منحكي عن المصالحة منحكي هل الإخوة بحاجة إلى وساطة للمصالحة؟ هل الإخوة يحتاجون إلى توقيع أوراق مستندات حتى تتم المصالحة؟ والله تحت زيتوني من زيتون فلسطين أو بردغاني من شجرة برتقال من برتقال غزة كافي بأن تظل الإجتماع إخوة إثنين وتتم المصالحة على كاس ما هي مش مأدوبة عشاء ولا مأدوبة غداء ولا داعي لاتفاق القاهرة وقطر والسعودية ومش عارف إيش كفانة مهاترات يعني وهذا ما يحكم على السلطة الفلسطينية إعطاء يطى أولوية محافظة ودمجها في الخطط الوطنية والموازنات حتى تأخذ حظها في الصمود والتطور ويبقى أهلها متمسكون بأرض الوطن فعلى هذه الأرض ما يصطحق الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر